موسيقى نرحب بكم معزان المشاهدين إلى برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي في هذه الحلقة ملف خاص حول التطورات المتسارعة على الساحة السياسية في إسرائيل وتداعيتها وأيضا تقرير حول حاخام جاء من الخارج ووزع ملايين الدولارات على المؤسسات التربوية المعادية للصهيونية التابعة للحريديم موسيقى بثت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تقريرا حول فعالية نظمها أنصار الحاخام زلمان لييف وهو زعيم طائفة ساتمر اليهودية الذي يلقبه أتباعه بالسيد والمعلم والحاخام وخلال تلك الفعالية وزع الحاخام نحو ستة ملايين دولار أمريكي على اليهود الحريديم المتشددين دينيا والمعادين للصهيونية وإسرائيل بعد أن وصل إلى القدس في رحلة بدأها من الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي ويرفض أتباع طائفة ساتمر تلقي أي تمويل حكومي إسرائيلي بحجة أن إسرائيل خطيئة خطيرة ونشأت طائفة ساتمر عام 1924 في إحدى قرى رومانيا وهاجر أتباعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبات عددهم اليوم أكثر من 120 ألف شخص وهم يعتقدون أن قيام إسرائيل بجهود بشرية تمرد على إرادة الرب ويصفون إسرائيل بأنها دولة عنصرية تفسد التورى وأنها أسوأ من النازية فالأولى أبادت الأجساد لكن الصهيونية تبيض الأجساد والأرواح كما يقولون وهاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفكدور ليبرمن عشرات الآلاف من اليهود المتدينين الحريديم الذين شاركوا في استقبال الحاخام واعتبر أن ذلك يدل على التطرف الآخذ بالانتشار في صفوف الحريديم هذه الفعالية الاحتفالية في القدس غير عادية بجمع الأموال وتوزيعها الجمهور مكون من المتبرعين الكبار لطائفة ساتمر المناهضة للصهيونية في الولايات المتحدة وبجوارهم مدراء مؤسسات تربوية حريدية في البلاد الذين يحرصون على عدم الحصول على دعم من دولة إسرائيل هذه الأموال تجعل الدماغ أحمقا نحن لا نأخذ المال من الذين يدمرون التورا سبب رفض المال الصهيوني هو العقيدة الأيديولوجية لطائفة ساتمر التي ترى في إقامة دولة إسرائيل مخالفة خطيرة نحن نعيش في الشتات ولا يتوجب علينا استعجال النهاية لماذا ممنوع تلقي الأموال حتى بعد قيام الدولة؟ الإنسان الذي يتمرد على الرب لا نأخذ منه والله لديه الكثير من المال لو أخذنا المال سنسيطر على كل الدولة هذه الفعالية كانت مغلقة وبشكل رسمي ممنوع التصوير عبر الهواتف الذكية ولكن بشكل نادر سمح لنا بالتصوير من ناحيتهم هذه هي لحظة الضروة في زيارة الحاخام المعلم إلى إسرائيل حتى لو أنهم لم يعترفوا بذلك أفراد طائفة ساتمر سعداء من الاهتمام الذي حضيت به هذه زيارة الحاخام المعلم خارج الوسط المتدين حتى من جانب أفكدور ليبرمن حاخام ساتمر في المسيرة التي نظمها أمام عشرات الألاف يوزع ملايين الدولارات أثناء ممارسته التحريض ضد الصهيونية والدولة الصهيونية ليبرمن زعم أن حفل استقبال الحاخام ساتمر في القدس هو دليل على تطرف الحريدين في إسرائيل ولكن يجب الانتباه أن معظم النيران تم تصويبها من جانب الحاخام ساتمر ضد الأحزاب الدينية الحريدية المشاركة في الحكومة لأنهم يشاركون في اللعبة الديمقراطية في إسرائيل الأحزاب الحريدية التي تشارك في الحكومة ثم تأخذ الأموال من الحكومة الصهيونية إنهم بذلك يرتكبون المخالفات أيضا في فعالية توزيع الأموال وجه الحاخام ساتمر انتقادات للمدارس الدينية وطلبة التورا الحريدين التي تحظى بتمويل من الحكومة الإسرائيلية من يأخذ منهم الأموال فأنه ينفصل عن مصادر القداسة ونحن نرى أنهم بذلك مستعدون لبيع التورا وكل شيء من أجل المال بعد كل الخطابات جاء السبب الذي يقف خلف الاجتماع أن كل مدير مدرسة تم استدعائه ويحصل بشكل شخصي من الحاخام ساتمر على مغلف ملون بداخله شيك بمبلغ كبير يتناسب مع عدد الطلبة في مدرسته ما نشاهده في الخلف هو هدف زيارة الحاخام ساتمر وهو دعم المؤسسات التعليمية والتربوية التي لا تحظى بدعم من دولة إسرائيل لمن سيوزع الحاخام الأموال هنا هذا أمر سري لأن لبيرمان تحدث عن ذلك وقال إنه يريد أن تدقق في الأمر ضريبة الدخل والمال يأتي من أصحاب الملايين في الخارج وهم يعتنقون أفكار الحاخام يؤيل وفي حال إصراركم على معرفة الرقم فقد وزع الحاخام ساتمر حوالي خمسة ملايين دولار بعد أن نظم فعاليات كبرى في بيت شيمش والقدس واليوم انتهت الرحلة والحاخام ساتمر عاد إلى أمريكا ولكن دعمه للتيارات المتطرفة في إسرائيل ستواصل تدفقها من وراء البحار نشر مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ورقة تقدير موقف حملت عنوان ماذا بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وحاولت الورقة الإجابة على تساؤل هل نشهد بداية نهاية عهد نتنياهو تشير لائحة الاتهام الجنائية التي أعلن عنها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية تقديمها ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جملة من المشكلات والأسئلة القانونية والسياسية والحزبية والدستورية والشخصية الهامة جدا والتي من شأنها يغرق إسرائيل في دوامة البحث والنقاش لفترة طويلة بحثا عن إجابات وحلول ولا بد من القول أن هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها التي يجري فيها تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة إبان إشغال منصبه هذا وهي المرة الأولى التي تقدم فيها لائحة اتهام بتهمة الرشوة ضد رئيس حكومة إبان إشغال منصبه كما أنها المرة الأولى التي تتطرق فيها لائحة الاتهام إلى مخالفات جنائية جرى تنفيذها إبان فترة إشغال رئيس الحكومة منصبه ومن خلال مزاولة مهام منصبه هذا رسميا ولهذا كله وعلى خلفية ما سيكون لهذا القرار من انعكاسات سياسية وحزبية وقانونية ودستورية وشخصية محتملة وهي عديدة جدا ومتنوعة ذهب كثيرون الاعتبار القرار بتقديم لائحة الاتهام بمثابة هزة أرضية حقيقية في تاريخ إسرائيل السياسي والدستوري لعل السؤال الأهم الذي تطرحه خطوة منبليت هل بتنا نشهد الآن بداية نهاية عهد نتنياهو المستمر منذ أكثر من عقد؟ الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يتضح من خلال مسارين الأول مسار الحراك داخل حزب اليكود الذي يتزعمه نتنياهو وفيما إذا كان من شأنه أن يسفر عن إطاحته وهو مسار ما زال يحيطه الغموض الكبير الثاني المصار القانوني وفيما إذا كان ينطوي فعلا على إمكانية إطاحته عاجلا أم آجلا في واقع الأمر ليس ثمة نص قانوني أو سابقة قضائية تتعلق بإلزامية تقديم رئيس الحكومة في إسرائيل استقالته في حال تقديم لائحة اتهام جنائية ضده كما ليس ثمة نص قانوني أو سابقة قضائية تلزمه بتقديم استقالته قبل انتهاء الإجراءات القضائية بحقه ومعنى هذا أن رئيس الحكومة يستطيع قانونيا مواصلة إشغال منصبه الرفيع هذا حتى بعد تقديم لائحة اتهام جنائية ضده بل وحتى خلال كل الفترة التي يتستغرقها مداولات المحكمة وجلساتها للنظر في لائحة الاتهام هذا والتي قد تطول كثيرا جدا بضعة أعوام وليس ثمة جهة أو شخص في إسرائيل مخول بصلاحية قانونية لعزل رئيس الحكومة عن منصبه ويحدد قانون أساس الحكومة حالتين ينبغي فيهما إنهاء ولاية رئيس حكومة في إسرائيل في أعقاب مخالفة جنائية وكلت الحالتين بعد صدور قرار حكم قضائي بإدانته جنائيا الأولى قرار يتخذه الكنيسة بأغلبية أعضائه بعد أن تكون محكمة أولى قد قررت إدانة رئيس الحكومة بمخالفة جنائية فيها وصمت وعار وثنية بعد صدور قرار حكم قضائي نهائي يتضمن إدانة رئيس الحكومة بارتكاب مخالفة جنائية ومن الواضح الآن أن إصرار نيتانياهو على عدم الاستقالة من منصب رئيس الحكومة استنادا إلى القانون الذي لا يلزمه بذلك سوف يجر عددا من طلبات الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي لا يمكن التكهن بالمنح الذي ستختاره في معالجة هذه الإشكالية وبالحلول التي يمكن أن تتوصل إلى طرحها على المتنازعين وكما أعلن مند بليت أنه قرر تقديم لائحة اتهام بحق نيتانياهو بشبهة تلقي رشوة في القضية المعروفة باسم الملف أربعة ألاف بالإضافة إلى تقديم لائحتي اتهام بشبهتي الاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين باسم الملف ألف وألفين وبمجب اللائحة سيتهم نيتانياهو بتلقي الرشوة في الملف أربعة ألاف وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدما بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاول ألفيتش المالك الرئيس لشركة بيزيك للاتصالات في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري ولا الذي يمتلكه ألفيتش وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سار في هذه القضية في حين سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته وفي الملف ألف ستوجه لنتانياهو تهمتال احتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقيه عطايا من الثري أرنون ميلتشين ولن يتم توجيه أي تهم ضد ميلتشين في هذه القضية وستواجه تهمتال احتيال وخيانة الأمانة في الملف ألفين على خلفية اتصالات جرت بين نتانياهو ومالك صحيفة دعوت أحرنوت وناشرها أرنون نوني موزس من أجل التضييق على صحيفة إسرائيل هيوم المنافسة في مقابل قيام دعوت أحرنوت بنشر أخبار عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بصورة إيجابية وسيتم اتهام موزس بالرشوة وكانت وسائل وعلام ذكرت في الماضي بأن هذا الملف كان موضع خلاف في مكتب المستشار القانوني حيث رأى العديد من المسؤولين أنه يجب توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى نتانياهو بينما درس مند بليت إمكانية عدم توجيه أي تهمة إلى رئيس الحكومة الملف ألف تضارب مصالح خطيرة في قضية الملف ألف التي تدور حول اتهامات بحصول نتانياهو على هدايا من أثرياء وفي مقدمتهم المنتج الهولودي الإسرائيلي الأصل أرنون ميلشن والمستثمر الأسترالي جيمس بيكر في مقابل حصولهما على خدمات قال مند بليت إنه يتهم نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة وأنه قرر إغلاق القضية ضد ميلشن وبحسب مند بليت فإن نتانياهو متهم بتضارب مصالح خطيرة بين التزامه اتجاه مانحين والتزامه اتجاه الجمهور وقال إن رئيس الحكومة وزوجته حصل على هدايا تصل قيمتها إلى سبعة ملايين شيكل منها سيغار وشمبانيا ومجوهرات من ميلشن وأكثر من مليونين وتسعة وعشرين ألف شيكل منها سيغار وشمبانيا من بيكر وقال المستشار القانوني إن هناك ثلاث حالات استخدم فيها نتانياهو منصبه كرئيس حكومة لدفع مصالح ميلشن مساعدته في الحصول على تأشيرات إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والعمل من أجل تمديد قانون إعفاء ضريبي غير معروف يخدم مصالح المنتج الهوليودي العمل من أجل الدفع قدما بمصالح ميلشن الاستثمارية في القطاع الإعلامي الإسرائيلي وأشار مينبليت إلى أن نتانياهو قام بتدخلات كبيرة ساعدت ميلشن في محاولة امتلاك جزء كبير من قناة التلفزة الثانية التي تم حلها وقبل فصلها إلى قناتين منفصلتين كانت شركتان تشغلان هذه القناة وهما ريشت وكيشت كيشت تشغل الآن القناة الثانية عشرة بينما ريشت تشغل القناة الثالثة عشرة وأوضح مينبليت أنه بحسب خطة نتانياهو ميلشن كان من المفترض أن يدخل الأخير في شراكة مع ريشت وبعدها يعمل على الدمج بين ريشت وكيشت وأضف أن نتانياهو ساعد في تعيين عدة لقاءات بين ميلشن ومستثمرين معنيين وطلب من المدير العام السابق لوزارة الاتصال شلومو فيلبر الذي أصبح شاهد ملك في هذا الملف أن يساعد في الدفع قدما بهذه المسألة يذكر أن ميلشن ثلاثة وسبعون عاما مولود في إسرائيل ولا يحمل جنسية أمريكية لكنه كان يحصل على تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام لكنه في العام 2013 أدل بمقابلة إلى قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أقر فيها بالعمل لمصلحة المخابرات الإسرائيلية في الماضي وعلى إثر ذلك لم يعد يحصل على تأشيرات لمدة عشرة أعوام بل يضطر إلى طلب التمديد بشكل سنوي الملف الثاني إلحاق أضرار خطيرة بثقة الجمهور في قضية الملف 2000 التي تدور حول اتهامات باتفاق نيتانياه مع نيشر صحيفة دعوت أحرنوت ومالكها أرنون نوني موزيس حول إضعاف صحيفة إسرائيل هيوم المنافسة في مقابل تغطية أكثر إيجابية في دعوت اتهم مينبليت رئيس الحكومة بالاحتيال وخيانة الأمانة بينما سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى موزيس وورد أن هذه القضية أثرت جدلا في مكتب مينبليت وأن العديد من مسؤولي نيابة العامة بمن في ذلك المدعي العام الرئيس قالوا إنه يجب اتهام نيتانياه بتلقي رشوة بينما درس مينبليت احتمال عدم توجيه أي تهمة إلى رئيس الحكومة وبحسب الاتفاق المفترض بين موزيس ونيتانياه والذي لم يتم تطبيقه قال رئيس الحكومة إنه سوف يدفع قدما بتشريعات لتحديد انتشار صحيفة إسرائيل هيوم إذا ما طلب موزيس من صحفيين وكتاب مقالات تغيير مواقفهم السلبية عادة اتجاه نيتانياه وقال من بليت إنه منذ العام 2009 عقد نيتانياه وموزيس محادثات ولقاءات شخصية تباحثا خلالها بشأن مساعدة أحدهما الآخر في صفقة مقايضة لدفع مصالحهما وعرض نيتانياه دعمه لإجراءات محتملة تساعد في تقييد انتشار إسرائيل هيوم منها إلغاء نسخة نهاية الأسبوع التابعة للصحيفة ولم تتم المصادقة على هذه الإجراءات نظرا لحل الحكومة وتوجهه إلى الانتخابات في عام 2015 وبحسب من بليت عرض موزيس على انتنياه في مقابل مساعدة رئيس الحكومة خطأ مباشرا لمحرري كل من صحيفة دعوت وموقع واينت التابع لها وهو من أكبر مواقع الأخبار الإسرائيلية وقال له إنه يمكن أن يكون لديه تأثير مباشر على المقالات حوله وقال من بليت أنه سيوجه تهمة تلقي رشوة ضد موزيس لكن تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة فقط ضد نتنياهو ومع ذلك اتهم رئيس الحكومة بإلحاق أضرار خطيرة بثقة الجمهور عبر إجراء مفاوضات مفصلة وواسعة النطاق مع موزيس بشأن عرضه بدلا من وقف المسألة فورا الملف أربعة ألاف علاقة مبنية على رشاوي في قضية الملف أربعة ألاف التي تعتبر القضية الأخطر ضد رئيس الحكومة يتهم نتنياهو بالدفع قدما بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على شاؤل أولوفيتش المساهم المسيطر على شركة بيزيك العملاقة للاتصالات في مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع ولا الإخباري الذي يملكه أولوفيتش وأعلن منبليت أنه يتهم كل من نتنياهو وأولوفيتش بتلقي رشوة وقال منبليت أن نتنياهو تدخل بشكل سافر ومستمر وأحيانا حتى بشكل يومي في المضامين التي ينشرها موقع ولا الإخباري وسعى أيضا للتأثير على تعيين مسؤولين رفعين محررين وصحفيين عبر تواصله مع أولوفيتش وزوجته أيريس وضمن أولوفيتش تغطية إيجابية لنتنياهو في موقع ولا ثاني أكبر مواقع الأخبار في إسرائيل وتغطية منتقدة لمنافسي نتنياهو خاصة في فترات الانتخابات في العامين 2013 و2015 ويتهم نتنياهو بالدفع من أجل السماح لمستشاره الإعلامي نير حيفيتس الذي أصبح لاحقا شهد ملك بتحرير مقابلة مع نتنياهو وتم قبول الطلب في المقابل تدخل نتنياهو في قرارات تنظيمية وتجارية أخرى أدت إلى حصول أولوفيتش على نحو مليار وثمانية ملايين شيكل والاتهامات بساءة الإدارة تعود إلى قيام نتنياهو باستبدال جلعاد إردان كوزير اتصال في تشرين الثاني عام 2014 فيما اعتبره البعض انتزاع سلطة للحصول على سيطرة أكبر على قطاعات الإعلام والاتصالات وقام بعدها بقالة المدير العام لوزارة الاتصال آبي بيرغر عبر الهاتف في أيار عام 2015 وعين فيلبر مكانه وكانت هذه الخطوة بالإضافة إلى إصرار تنياهو على أن تشمل الاتفاقيات الاتلافية عام 2015 بند يمنحه سيطرة حصرية على شؤون الإعلام تهدف لإيجاد مواقف بعيدة كل البعد عن مواجهة بخصوص شركة بيزك ومسع بيرغر لتقييده وأشار من ديبليت إلى أنه تحت إدارة فيلبر بدأت بيزك تحظى بمعاملة تفضيلية وعلى سبيل المثال أطلقت إسرائيل عام 2014 إصلاحا شاملا لفتح سوق الهواتف الأرضية والإنترنت التي كانت تهيمن عليها شركة بيزك أمام المنافسة وبحسب الإصلاح المخطط كان من المفترض أن تؤجر بيزك حتى أذار عام 2017 بنيتها التحدية لمنافسين من شركة بارتنر وسيليكوم كي تتمكن من توفير خدمات هواتف أرضية وإنترنت لكن مع تولي فيلبر الإشراف على تطبيق الخطة تراجعت بيزك عن التزاماتها وكتب المستشار القانوني العلاقة بين نتنياهو وولوفيتش شكلت تضارب مصالح حيث تدخل أولوفيتش بفجاجة من أجل نتنياهو في موقع ولا مع التوقع الذي تحقق بالانتفاع تجاريا واستخدم نتنياهو نفوذه وصلاحياته للدفع قدما بمصالح أولوفيتش ماذا لحصول هذا الأخير بشكل مباشر أو غير مباشر على أكثر من مليار وثمانية ملايين شيكل وقال من بليت إنه يعتقد أن هناك أدلة كافية لمقاضات نتنياهو بتهمة تلقي رشاوي بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه يتفق مع الشرطة بشأن وجود علاقة مبنية على الرشاة بين نتنياهو وولوفيتش لكن خلافا لتوصيات الشرطة والنيابة العامة لم يقرر من دل بليت توجيه تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة أو عرقلة الإجراءات التحقيقية والقضائية ضد زوجة نتنياهو سارة ولغى أيضا تهما شبيهة محتملة ضد نجد نتنياهو يائير وزراء من حزب الليكود الحاكم يحاولون الإطاحة بنتنياهو من منصبه رئيسا للحكومة وقيادة الليكود هذا ما تداولته أكثر من وسيلة إعلامية عبرية كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك تحركات بين قيادات الصف الأول في حزب الليكود نحو الشروع بإجراءات رامية لعزل زعيم الحزب بن يمين نتنياهو بعد اتهامه رسميا في ثلاث قضايا فساد وذلك للحفاظ على موقع الحزب في سدة الحكم وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن أعضاء كنيسة ووزراء عن الليكود شرعوا في مشاورات سرية لبحث إمكانية إقصاء نتنياهو والإطاحة به من رئاسة الحزب وذلك في أعقاب قرار المستشار القضاء للحكومة الإسرائيلية أفي حايماند البليت بتقديم لوائح اتهام ضده من جانبها أكدت القناة الثالثة عشرة أن مفاوضات تجري في غرف مغلقة وقد عبر مسؤولون في الليكود عن قناعتهم بأن عهد نتنياهو يقترب من نهايته وأنه لن ينجح بعد هذه المرحلة من قيادة الحزب للحكم وبادروا إلى بدل جهود لعزله عن رئاسة الحزب قبل انقضاء فترة الواحد والعشرين يوما الممنوحة للكنيسة للتوافق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة وإن لم يحدث ذلك فإنه سيدفع البلاد إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري ونقلت القناة عن مسؤولين في الحزب تحفظت عن الكشف عن أسمائهم قولهم نبحث عن كيفية انتزاع الحزب من قبضة نتنياهو وأن الطريقة الوحيدة لإقصائه هي التوافق على بديل مناسب وأكدوا أنهم لن يقبلوا بتعيين نتنياهو في منصب وزاري إذا ما تلقوا عرضا كهذا لأن تعيين نتنياهو في ظل التهم الموجهة ضده سيدر بما كانت الحزب السياسية يشار إلى أن غريم نتنياهو في الليكود الوزير السابق قدع ساعر قد صرح أنه سينافس على رئاسة الليكود وطالب بتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات داخلية وشكك ساعر في قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة في حين أكد أنه قادر على ذلك حيث قال ليس من الواضح على الإطلاق كيف يمكن لنتنياهو أن ينجح بتشكيل حكومة في المرة القادمة ويسعى نتنياهو إلى إلغاء الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب ولاختيار قائمة المرشحين في حال جرت انتخابات ثالثة للحفاظ على زعمته تفاديا لظهور منافسين له على رئاسة الليكود التحريض في وسائل الإعلام الإسرائيلي على شعبنا وقيادته يتواصل الزميل ميساء الأحمد تستعرض لنا نماذج من ذلك التحريض بشكل يومي يستمر التحريض عبر الإعلام الإسرائيلي ضد شعبنا وقيادته على صحيفة إسرائيل اليوم كتب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون ما قالا يكشف غاية إسرائيل بتقويض القضية الفلسطينية ونزع حق الفلسطينيين مثل حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وغيرها لتمرير سياستهم العليا بإقامة دولة إسرائيل العظمى من خلال اعتراضه والتحريض لدى قرار الأمم المتحدة بشأن تمديد وصاية الأونوروى لمدة ثلاث سنوات إضافية وعلى صحيفتي دعوت أحرنوت ومعارف نشر مقالاني حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول الاستيطان باعتبار أن هذه التصريحات لا تتعارض مع القانون الدولي على الرغم من كونها في الحقيقة تنزع حقوق الفلسطينيين كما تدعي الصحفة أن الدول الأوروبية غير موضوعية لكونها تتبنى الموقف الذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطان على موقع ماكو نشر مقال يتطرق إلى بناء مدرسة جديدة في المناطق المصنفجين يدعي الصحفي أن البناء فيها غير قانوني بدعوى الاستحواذ على أرض إسرائيلية وهو تحريد بحد ذاته لأنها في الحقيقة مناطق فلسطينية وفي الخبر نفاق كبير إذ أن العديد من البؤر الاستيطانية سلبت العديد من الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة وتم البناء عليها بشكل غير قانوني وهذا يعبر عن سياسة إسرائيل الانتقائية حيث ترى الفلسطيني مخالفا للقانون بشكل دائم بينما الإسرائيلي هو صاحب الحق وعلى النشرة الإخبارية في القناة الثالثة عشر عرض تقرير يكشف في الحقيقة تورط الشرطة الإسرائيلية في جرائم تدفع ثمن وعن عدم قيامها بمعاقبة المستوطنين وتسجيل الجرائم ضد مجهول وعلى القناة ذاتها عرض الفيلم الوثائقي عابر الخطوط الذي يلقي الضوء على حياة المستوطنين داخل مدينة الخليلة وكيف يقومون بخلق واقع مشحون من خلال التنغيس على المواطنين والاعتداء عليهم وانتهاك حقوقهم ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين بهذا يصل برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي إلى نهايته هذه تحيات أنس أبو عرقوب في الإعداد والتقديم ومحمد قديمات في الإخراج إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر